من بيروت ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي سيد جورج العقوري سيد جورج أهلاً وسهلاً بك معنا يعني الآن زيارة من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ما الجديد الذي حملته هذه الزيارة والمختلف عن زيارات المسؤولين الخارجيين المسؤولين الأوروبيين السابقة ومما قاله بوريل كيف نستشف الرسالة التي وجهها للساسة في لبنان أولاً لا جديد يذكر أن كان من ناحية التهويل بالعقوبات لأن الرئيس فرنسي كان تحدث بها من قبل وهناك جو عقوبات ولكن جميعنا يدرك أن ألية العقوبات بطيئة في إعطاء ثمارها ثانياً لا جديد نحيث الدعوة للإصلاحات لأن هذه الدعوة منذ مؤتمر سادر أي منذ ربيع العام 2018 ولا أذان صاغية من قبل أساسة اللبنانيين والثالثة بما يتعلق بالحكومة السلطة الحاكم يعني الفريق الحاكم في لبنان يتلهى وليست أولوية لديه تشكيل الحكومة بقدر ما أولويته في تحقيق المغانم أو ربما في انتظار مومنتوم يخدم سياسة بعض الأطراف الخارجية يعني أجنداتهم وارتباطاتهم الأقليمية هي تطغى على الواقع اللبناني ولكن هناك نقطة رئيسة ومهمة هي المتعلقة بتشديده على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية ربيع في أيار العام 2022 وهذا أمر مهم جدا لأن ألية إنتاج السلطة تقوم على توجه اللبنانيين إلى صندوق الاقتراع وعلى تحمل مسؤولياتهم وهنا هذه النقطة تساعد على تشكيل عامل ضغط دولي من أجل لا يتم التهرب من الاستحقاق من قبل الفريق الحاكم في لبنان ولا يتم الالتفاف عليه عبر ربما حوادث أمنية أو خلق أي إشكالات من أجل تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الآن عندما يأتي الحديث عن العقوبات على لساننا جوزب بوريلي أنا أعلم كما ذكرت سيد عقوري أن الحديث عن العقوبات كان كثيرا سابقا سواء كان من مسؤولين أمريكي ربما فرنسي ولكن هذا ممثل للاتحاد الأوروبي أولا من هم المعرقلون الذين أشار إليهم بوريل وهل برأيك هذه العقوبات بالإضافة إلى غيرها من العقوبات يمكن أن تغير من استاتيكا المشهد السياسي في لبنان العقوبات تزيد من الضغط على الأطراف السياسية ولكن لا نتيجة مباشرة لها لأن هذه العقوبات كما هو معلوم يعني لن تكون أكثر من ربما منع زيارة بلدان أوروبية أو وضع اليد على حسابات مصرفية أو ما إلى ذلك ولكن الأطراف اللبنانية المتمسكة اليوم الممسكة بالسلطة لديها من الحصانة والمناعة التي تأثر بهذا النوع من العقوبات على سبيل المثال هناك عقوبات تطال مسؤولية حزب الله ليس منذ سنة والسلطين بل منذ سنوات عدة واستطاع الحزب خلق شبكة أمان له تؤمن ديمته وسمراريته المؤسف أن في ظل أي عقوبات عامة وشاملة الشعب اللبناني هو الذي سيدفع السمن لأن هذه العقوبات ليست عقوبات صارمة ومباشرة وحاسمة تضع حد لتفلت المسؤولين اللبنانيين عن القيام بواجباتهم بما يتعلق بتشكيل الحكومة نعم تفضل بالبقاء معي سيد عقوري سنتوقف عند هذا التقرير عن تفاصيل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نكمل حديثي مع ضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد جوج العقوري سيد جوج نعلم جيدا وأشار بوريل إلى أن مسألة عدم وجود حكومة أو عدم القدرة على تشكيل الحكومة هو أحد أبرز العوائق أمام البحث عن حلول أو انفراجة للوضع الاقتصادي المزدري ولكن هل أي حكومة قادرة على الحديث مع الخارج على فتح قنوات اتصال على معاودة الحديث مع مباحثات صندوق النقد الدولي التي أيضا أشار إليها بوريل أي حكومة بأي مواصفات حتى لو كانت الحكومة التي يريدها الرئيس عون لا أعتقد أن أي حكومة بأي مواصفات قادرة على إنتاج حل المطلوب هو حكومة مستقلين غير مرتبطين بالطبقة السياسية الحاكمة وهذا ما يعيق التشكيل لأن هذه الطبقة متمسكة بمغانمها وبحصصها وبدورها هنا تكمن المشكلة حكومة كحكومة حسان الدياب لن تأتي بأي نتيجة لأن قرارها سوف يكون مرتبط بالأفريقاء الذين شكلوها نحن بحاجة فعلا إلى حكومة إنقاذية كما دعت المبادرة الفرنسية ولكن كي يتم فرض هذا الإقاع على طبقة سياسية هناك مطلوب ربما أكثر من عقوبات ربما مطلوب ضغط أكبر بكثير لأن هذه الطبقة لا شيء يهزها انفجرت بيروت وسقط أكثر من 200 ضحية و6 ألاف جريح وهذه الطبقة استكترت أن يستقيل منها وزير استقالت الحكومة بعدما ضغط الشارع ولكن بعد تسعة أيام هذه الطبقة اليوم متمترسة في مصالحها وهنا تكمن المشكلة نحن بحاجة إلى حكومة جدية والذي يصبت أن لا نية لديها هو تجربة الرئيس أديب الذي تم تكليفه ولكن معوقات حالت دون تشكيله فاعتذر عن مهمته لأن لا نية بتشكيل حكومة جدية إنقاذية إصلاحية شكرا جزيلا لوجودك معنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي السيد جورج العقوري